بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن العقيدة هي أصل الدين العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة هي أصل الدين وأساسه فإذا صحت العقيدة وسلمت مما يفسدها أو ينقصها فإن بقية الدين تنبني عليها أما إذا اختلت العقيدة فإنه لا فائدة من الأعمال ولا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة والدعاة إلى الله عز وجل ولهذا أول ما يبدأ به الرسل دعوتهم تصحيح العقيدة فهول ما يقول الرسول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وغيره ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين لما بعثه الله عز وجل يدعو إلى الله أول ما بدأ به تصحيح العقيدة فكان يدعو الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه من الأصنام والأشجار والأحجار والأحيا والأموات غير ذلك من المخلوقين بقي في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى تصحيح العقيدة قبل أن تُفرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج مما يدل على أن هذه الأعمال لا تصح إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادتي ما سواه لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فالخلل في العقيدة إذا كان يناقضها فإنه لا يغفر قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشه أما الذنوب التي دون الشرك وإن كانت كبائر فإنها حرية أن يغفرها الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء فهذا دليل على أن العقيدة هي الأساس وهي التي يجب أن يتعلمها الإنسان كما جاءت في القرآن وفي السنة وكما درج عليها سلف هذه الأمة لأنه إذا كان يجهل العقيدة فقد يقع فيما يخالفها خصوصاً وأن كثيراً من الناس يمارسون أشياء تخل بالعقيدة قد تفسدها وتبطلها وقد تنقصها فإذا كان لا يعرف العقيدة الصحيحة ولم يتعلم فإنه حري أن يقع في الخلل في عقيدته وهو لا يدري مجاراتاً لما يفعله بعض الناس أو اتباعاً لدعاة الضلال الذين يدعون الناس إلى إفساد عقيدتهم كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا اخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاوت اخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار إن فيها خالدون يخرجونهم من النور من العقيدة الصحيحة والهداية إلى الظلمات إلى الشرك إلى البدع إلى المحدثات إلى الخرافات وإيظلمات والعياذ بالله فهذا فيه تحذير للمسلم من أن تختل عقيدته وهو لا يشعر أو أن يثق بدعاة الضلال قد قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المظلين وما أكثرهم لا كثرهم الله من هنا يتبين أنه يجب على المسلم أن يعتني بعقيدته وأن يتعلمها من مصادرها الصحيحة والحمد لله قد أُلِّفت مؤلفات مطولة ومختصرة في شرح العقيدة وبيانها وبيان ما يضادها ويفسدها ويمتوفرة فما على المسلم أن أن يقرأ هذه الكتب المفيدة في موضوع العقيدة حتى استقيم عليها ويحذر مما يضاد أو يفسدها فالأمر ليس بالهيئة الأمر مهم جدا نعم هناك ممارسات ممارسها كثير من الناس وقد يتسمون بالإسلام ويتصفون بالعلم أيضا ممارسون أشياء تخالف العقيدة من ذلك الشرك الأكبر والآخر الشرك الأكبر مثل دعاء غير الله من الأولياء والصالحين والموتى وغير ذلك لأن الدعاء هو هو العبادة دعاء هو العبادة يعني هو أعظم أنواع العبادة لأنه يتضمن العبادة من الخضوع والافتقار إلى الله والعلم بأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله توكل على الله والرجوع إلى الله فالدعاء يتضمن كل هذه الأمور ولهذا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال سبحانه قال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فالدعاء أهمية وعظيمة وكثير من الناس من يدعو غير الله في المهمات والملمات والشدايت يدعو وينادي ويستغيث بغير الله سبحانه وتعالى فعلى المسلم من يتنبه لهذا الأمر فإنه خطير جدا من الناس من يذبح لغير الله للتقرب إلى المخلوق إلى العموات إلى الأضرحة يذبح لغير الله فيشرك بالله الشرك الأكبر لأن التقرب بالذبيحة إنما يكون لله عز وجل لا يتقرب بذلك إلى غير الله قال تعالى وإن صلاة ونسك ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والنسك هو الذبيحة قال تعالى فصل لربك وانحر فجعل النسك قرينا للصلاة وجعل النحر وهو الذبح قرينا للصلاة فكما لا يصلي لغير الله كذلك لا يذبح لغير الله بعض الناس يذبح لغير الله يذبح للأموات لأجل أن ينفعوه أو يدفعوا عنه الضرر أو يشف المرض الذي فيه أو في أولاده يذبح لهم من أجل الشفاء والعلاج كما يزين لهم شياطين والإنس والجن يذبحون لغير الله عز وجل وفي السنة لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله رضي الله عنه فالشرك الأكبر هذا يبطل العقيدة من أساسها وذلك بأن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك وما أكثر ما تقع هذه الأمور عند الأضرحة الموجودة في كثير من بلاد المسلمين ربما يغتر الجاهل بذلك لا سيما وأنه يرغب ويقال له يحصل لكذا ويحصل لكذا ف يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويقول هذا من باب التوسل بالصالحين هذا شرك وإن سميته توسلا فهو شرك والأسمى لا تغير الحقائق وكذلك مما يخل بالعقيبة الشرك الأصغر الشرك الأصغر وهو يكون يكون بالأقوال الظاهرة مثل الحلف بغير الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال قال عليه الصلاة والسلام لا تحلف بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الحالف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر إلا إذا قصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر وهذا مما يجري على كثير من الألسنة أن حلف بغير الله والنبي يحلف يحلف بالنبي يحلف بالكعبة يحلف بالأمانة هذا شرك شرك قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب ما يكون في نية الحالف وهو واقع وكثير ممن لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يقرأون النهي عن الحلف بغير الله عز وجل ومن ذلك ما يكون في القلوب من الرياء الرياء في الأعمال لأن يودي العبد العبادة صورتها أنها لله وهو ويرائي بها الناس ليمدحوه أو ليثنوا عليه أو غير ذلك من المقاصد فهذا رياء والعياذ بالله وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخبه عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي والشرك الخفي هو الرياء لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاة لما يرى من نظر رجل إليه قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون فالرياء خطير قد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه لأن كل إنسان يحب الثناء ويحب المادح ويحب المظهر الحسن ربما يحمله ذلك على الرياء في العبادات كونه يتجمل بجسده بالثياب واللباس والطيب والمظهر الحسن هذا مطلوب مطلوب جمال الهيئة والمظهر أما كونه يتجمل بالأعمال عند الناس وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الناس هذا هو المصيبة الكبرى أخوه ما أخاف عليكم الشرك الخفي قيل وما هو يا رسول الله قال الرياء سمي رياء لأنه من الرؤية يريد أن يراه الناس وكذلك السمعة السمعة مثل الرياء وهو أن يحب أن يسمعه الناس يسمعون دعاءه ويسمعون أقواله التي ظاهرها أنها طيبة وذكر لله وهو يريد أنهم يمدحونه ويقولون يذكر الله كثير الذكر فلان فلان يطلب العلم يعلم العلم فلان يفعل كذا وكذا يجمل صوته بالقراءة من أجل أن يمدحه الناس كل هذا من أنواع الرياء من السنعة هذا من السمعة ومن رأى رأى الله به لأن الجزاء من جنس العمل ومن سمع سمع الله به وأول من يدخل النار يوم القيامة ثلاثة رجل آتاه الله علما فعلمه لكن علمه ريان لم يعلمه لأجل الله فهذا يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ما عملت فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته يقول الله له كذبت ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله والثاني رجل آتاه الله مالا كثيرا أجعل يتصدق ولا يترك مجالا من مجالات الخير إلا وأخرج فيه من المال لكنه يريد الملح لا يريد ثواب الله هذا يؤتى به يوم القيامة فيقول له ماذا عملت بمالك فيقول يا ربي ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه فيقول الله له كذبت ولكنك فعلت لي وقال هو جواد وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله والثالث والثالث رجل جاهد جاهد في سبيل الله قاتل الكفار وأبلى في قتال الكفار لكنه لا يريد وجه الله وإنما يريد أن يقال هو شجاع وجري فيتابه يوم القيامة ويقول الله ماذا عملت فيقول يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت استشهد جاهدت فيك حتى قتلت وفي نيته أن الناس اندحونا يقال هو جري فيقول الله لو كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جري وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار هذا هو الرياء يا عباد الله أن نحذر أن يدخل الرياء أعمالا ولكن حكم إن الإنسان بشر فقد يأتيه الشيطان ويوسوس له حب الثنى وحب المدح أي تظاهر بالعبادة ليمدحه الناس وهو أصله لا لا يريد الرياء أصله بدأ العمل لا يريد الرياء لكن جاءه الشيطان في أثناء العمل وأغراه بحب المدح والثناء فدخل في قلبه شيء من ذلك فهذا إن تاب إلى الله في الحال واستعاد من الشيطان ترك الرياء وواصل الإخلاص لله في العمل إنه لا يضر وأما إن استمر معه الرياء فإن عمله يفضل لأن الرياء يبطل العمل لأنه لم يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى والله إنما يقبل ما أريد به وجهه وحده لا شريك له فهذا مما يخل بالعقيدة قد يخفى على بعض الناس هناك أشياء يمارسها الناس ويتخل بالعقيدة مثل الذهاب إلى السحرة والكهان لأجل العلاج عندهم والتداوي عندهم بحكم أنه أصيب بالمرض فيريد أن يعالج هذا المرض لا حرج عليه في العلاج قال صلى الله عليه وسلم تداوو يا عباد الله ولا تداوو بحرام لكن إذا تعالج بالأمور المباحة فلا لوم عليه قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً علم ومن علم وجهل ومن جهل لا لوم عليه ذا تداوى بالدواء الذي أنزله الله سبحانه من الأدوية المباحة والرقية والرقية والشرعية والأدعية لا لوم عليه في ذلك هذا سبب من الأسباب المباحة أما لو أنه أراد أن يتعالج بأمر المحرم فهذا لا يجوز أن يتعالج بالذبح لغير الله عند الكهان والسحرة أن يتعالج بالطلاسم أن يتعالج بالأمور الشيطانية من أجل الشفاء فهذا تداوى بأعظم الحرام وهو الشرك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهناً أو عرافاً وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنة ورواه مسلم في صحيحه من أتى كائناً لم تقبل له صلاة أربعين يوماً لا يجوز الذهاب إلى الكهان من أجل العلاج أو من أجل سؤالهم عن المغيبات أو عن مستقبله ماذا يكون متى يتزوج متى يسافر متى متى يذهب إلى الكهان هذا شرك بالله عز وجل لأنه ذهب إلى الذين يدّعون علم الغيب ليسألهم عن مستقبله وعن أموره فهذا لم يتوكل على الله ولم يؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى كذلك قد يصاب الإنسان بالسحر والسحر مرض خطير وقد أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر عليه الصلاة والسلام على يد اليهودي ولكن علاجه إنما هو بالأمور المباحة علاجه بالرطيها الشرعية علاجه بالأدوية المباحة ما أنزل الله دان إلا أنزل له دواء أما علاج السحر بالسحر فهذا كفر كفر بالله وإفساد للعقيدة قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكوهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له لا يجب الذهاب إلى السحر بحال من الأحوال لأنه لأنه إذا ذهب إليهم فقد رضي بعملهم وعملهم كفر بالله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر تعليم السحر وتعلمه إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد فيقول إنما نحن فتنة فلا تكفر أدل على أن السحر كهر تعلمه وتعليمه وكذلك العلاج به فلا يجوز الإنسان أن يذهب إلى السحرة ليتعالج عنده من السحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من المرض ومن الجراح وأصابه السحر عليه الصلاة والسلام لكنه تعالج بالرقية أتاه جبريل عليه السلام فرقاه وعوذه بالقرآن بالإخلاص والمعوذتين فشفاه الله عز وجل هذا هو طريق العلاج من السحر السحر يعالج بالقرآن بالأدعية بالأدوية المباحة ولا يجوز أنه يذهب إلى السحر ليتعالج عندهم فكيف يعالج المرض البدني بالمرض العقدي والعياب بالله كيف يعالج مرض بدنه بمرض قلبه هذا من الانتكاس عليه أن يتوكل على الله ولا يقنط من رحمة الله وأن الشفاء بيد الله وأن الفرج قريب يحسن الظن بالله مع فعل الأسباب المباحة والله جل وعلا قريب مجيب ولا يأس ولا يقنط لكن يحافظ على عقيدته أكثر مما يحافظ على حياته وعلى بدنه فإنها إذا فسدت عقيدته خسر الدنيا والآخرة وظل ضلالاً مبينة يجب التنبؤ لهذا كذلك من ما يخل بالعقيدة التطير وهو التشاؤم التشاؤم بالأشياء التشاؤم بالطيور التشاؤم بالأشخاص التشاؤم بالدواب والبطاع هذا هو التطير وهو يدل على ضعف العقيدة لأن المؤمن يتوكل على الله ويعتمد على الله ولا يتطير قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا يعني يقع في نفس الإنسان الإنسان بشر فقد إذا رأى شيئاً يكرهه وأنه يتشاؤم به ماذا يعمل عليه أن يتوكل على الله ولا ترده الطيرة عن شغله لا ترده الطيرة عن شغله بل يتوكل على الله عز وجل وفي الحديث من ردته الطيرة فقد أشرك فعليه أن يمضي ويتوكل على الله كذلك استعمل الدعاء لأن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيره اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك فبهذا يزول عنه التطير بإذن الله من ردته الطيرة عن شأنه فقد أشرك أما من لم ترده توكل على الله ودعى بهذه الأدعية فإنا لا تضره كذلك من الشرك أيضا قول لو لا الله وأنت لو لا الله وأنت ما شاء الله وشئت وما أشبه ذلك لو لا فلان ما حصل كذا لو لا فلان ما حصلت على الوظيفة لو لا فلان ساننا حاصل على الوظيفة هو اللي ردًا هذا من الشرك الأصغف من الشرك في الألفاظ فعلى المسلم يتجنب كلمة لو هذه قال صلى الله عليه وسلم احرُّرُّرُّه من conversation ونسنب وأنهم في السلام وازنب ولا تعجزاً فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما شاء الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن لو تفتح عمل الشيطان عليك أن تتجنب كلمة لو وأن تتوكل على الله سبحانه وأن تعلم أن الله لو قدر لك هذا الشيء لحصل ولما لم يقدره لم يحصل قال صلى الله عليه وسلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وقال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله عز وجل وما أصابه من خير فمن الله وما أصابه مما يكره فهو أيضا من الله لكن بسبب ذنوبه وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم علي أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله ها هذه أمور ينبغي للمسلم أن يراعيها كذلك مما يخل بالعقيدة التبرك بالآثار تبرك بالآثار والأشجار والأشجار اعتقاد البركة في هذه الأشياء البركة من الله سبحانه وتعالى وتنال من الله وتطلب من الله لا يتبرك بآثار الصالحين والأماكن التي حل فيها أحد من الأنبياء أو من الصالحين فإنها بقاع أو مباني ليس عندها نفع ولا ضر وإنما هذا بيد الله والبركة من الله جل وعلا فلا يتبرك بالأشجار أو الأحجار أو المباني أو الأمكن إلا ما جعله الله مباركا ما جعله الله مباركا إنه يتبرك به كماء زمزم إنه مبارك وكذلك الطواف بالبيت العتيق والصلاة عند البيت العتيق والدعاء إن الله جعله مباركا فتنال البركة من الله في هذه البقاع وهذه الأمكنة من الله لا من المكان ولا من الكعبة ولا من الحجر الأسود ولا من المقام مقام إبراهيم وإنما هذه أمكنة للعبادة والذي ينزل البركة والخير هو الله جل وعلا أي أعتقد أن الخير من الله لا من البقاع ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من المباني وإنما هو من الله وإذا أمره الله أن يعبده في مكان معين فإنه يذهب ويعبد الله فيه مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذه أمكنة للعبادة من صلى فيها من صلى فيها أو اعتكف فيها فإن الله جل وعلا يضاعف له صلاته ويبارك له في أعماله أما هي فإنها ليس عندها مخلوقات ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين بعد فتح مكة كان معه ناس من الصحابة حديث عهد حديث عهد بالإسلام أسلموا قريبا ولم يتعلموا العقيدة تماما فلما مروا على قوم عندهم شجرة قوم من المشركين عندهم شجرة يتبركون بها يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها بها للتبرم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق سمون شجرتهم ذات أنواق فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواق فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب من هذه المقالة وعريح ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إجلالا لله سبحانه وتعالى إنها السنن يعني التقليد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له مالها لأن لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر وأغرق عدوهم جاوزنا ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعكفون على أصنام لهم يتبركون بها فمن جهلهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما له مالها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب لآخر الآيات فالتبرك بالأشجار والأحجار هذا من أمر الجاهلية فلا يجوز التبرك بالمخلوقات إلا ما جعله الله مباركا وأمر بأن يُعبد الله فيه فهذا له حكم آخر لكن مع الاعتقاد بأنه لا ينفع ولا يضر إنما الضار والنافع هو الله ولهذا لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقبله اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك مسألة اقتداء ما هي بتبرك فأنت حينما تقبل الحجر أو تستلمه أو تشير إليه إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أنك تطلب من الحجر البركة أو النافع إنما هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تعلم هذا فالعقيدة مهمة جدا وينبغي العناية بها وينبغي تجنب كل ما يخل بها وأن لا يغتر الإنسان بما يفعله الناس أو ما يفتي به بعض الناس لا يغتر بهذا بل عليه أن يتبع الحق ويصحح عقيدته ويهتم بها لأنها هي أساس الدين وهي مصدر الخير وهي الصلة بالله عز وجل فالله جل وعلا أمر أن لا يُدعى إلاه أمر أن لا يُطاع إلاه سبحانه وتعالى أمر أن لا يُذبح إلا له أمر أن لا يُنذر إلا له لا يُسجد إلا له لا يُصلى إلا له لا تؤدَّ أي عبادة من أنواع العبادات إلا لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين ولا غير الله يبغي ربًّا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وفَّق الله الجميع لما يحبه ويرضى صلى الله وسلم على نفسه